شهر جماد الآخرة هو الشهر السادس من شهور السنة الهجرية وفيه وقعت أحداث مهمة في تاريخ الأمة ففي مثل هذا الشهر سنة ست للهجرة وقعت غزوة ذي قرد وفيها خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من أصحابه لإنقاذ إبل كانت ترعى بالغابة قرب المدينة أغار عليها رجال من غطفان على رأسهم عيينة بن حصن الفزاري فقتلوا حارسها واختطفوا معها امرأة من المسلمين وكان من أبطال تلك الغزوة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفي سنة ثمان للهجرة كانت سرية ذات السلاسل وفيها عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لعمر بن العاص رضي الله عنه وأمره على ثلاثمائة من أصحابه وأمره بالخروج إلى ذات السلاسل لقتال قضاعة وتأديبها بعد أن غدرت بالمسلمين وقتلت نفرا من الصحابة رضي الله عنهم وكان من نتائج تلك السرية أن ازدادت سمعة المسلمين هيبة ورهبة في قلوب الناس وذاع صيتهم في كل مكان وفي سنة احدى عشرة للهجرة خرج الصديق رضي الله عنه إلى ذي القصة وعقد الألوية لقتال المرتدين وفي سنة ثلاث عشرة للهجرة توفي الصديق رضي الله عنه عن ثلاث وستين سنة وبويع عمر رضي الله عنه بالخلافة وفي سنة خمس عشرة للهجرة وقعت معركة اليرموك بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وبين الروم وكانت من أهم المعارك في تاريخ العالم فقد مثلت أول موجة الانتصارات المسلمين خارج جزيرة العرب ومهدت الطريق لدخول الإسلام إلى بلاد الشام جماد الآخرة فتوحات وانتصارات